أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين النصر وكل من قبرس واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وقال الرئيس السيسي إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكن نكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود أنا بس عايز أقول نقطة هنا مهمة جداً لنا كلنا الموضوع ده مكنش ممكن نتعمل إليزا كان فيه ترسيم الحدود مع أبرس واليونان على البحر المتوسط ومع السعودية في البحر الأحمر مكنش ممكن نعمله مكنش فيه شركات حتنزل تعمل تنقيب في المناطق دي إليزا كان عندنا ترسيم الحدود الآن دي واحد اتنين أنا عايز أقول لكم عشان تعرفوا مش الفكرة ومش القدرة الفضل بتاع ربنا علينا الحقل ده لو مش موجود دلوقتي مصر كانت تبقى مطفقية مصر كانت تبقى مطفية ما عندما عندناش فلوس ندفع كل سنة كل شهر اتنين مليار دولار بالأسعار القديمة للغاز عشان ندي محطات الكهرباء اتنين مليار دولار شهر اللي لو بالأسعار الحديدة للوقتي قد تصل لعشرة مليار دولار يا دكتور يا طريق كما قول كان يبقى عشرة مليار دولار في الشهر أدفعهم عشان نجيب الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء اللي موجودة في مصر عشان مصر تفضل مناورة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة